رؤية اقتصادية لليمن في فترة الصراع وما بعده هذا ما يدور في أروقة الاتحاد الأوروبي خاصة المملكة الهولندية التي تتبنى مبادرة تحدد الأولويات الاقتصادية والتنموية في اليمن بالشراكة مع مؤسسة محلية وسط غياب أو شبه غياب للجانب الرسمي في المشهد لكنها تفتح أسئلة عن طبيعة التصور الاقتصادي وأهميته وعلاقته بالحكومة الشرعية كونها المعني الأول بمسألة اقتصاد الدولة وتحديد أولويات التنمية الاقتصادية تأتي هذه المبادرة في وقت تخوض فيه الشرعية اليمنية معركة موازية تدور في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لكنها معركة ناعمة تمضي في السياق الدبلوماسي بأهدافها المتباينة والمتضادة في وقت صار الحديث لا يخفى على أحد عن دور منظمات مدنية حاولت إخفاء أجندتها الموالية للانقلابيين بهدف تضليل العالم وتشويه موقف الشرعية وقانونية نضالها في سبيل استعادة الدولة المختطفة يتساءل البعض هل استطاعت الدبلوماسية اليمنية كسر أسوار العزة في القضية اليمنية وإجلاء الملتبس والمبهم أمام العالم وهل تمكنت من مواجهة التضليل المتعمد من قبل لوب الانقلاب المدعوم من قوى إقليمية فيما تبدو الصورة المغايرة للواقع اليمني عدوانا خارجيا ويظهر استعادة دولة اليمنيين المختطفة أمام العالم أبرز أسباب المعاناة التي تشهدها اليمن العالم الذي ربما ينظر للانقلابيين كشركاء في محاربة الإرهاب يتعامى عن جرائم الميليشيا وإرهابها الأكبر تجاه اليمنيين السفارة اليمنية بواشنطن كانت قد أكدت أن أوهام السلطة التي يتشبث بها تحالف الحوثي وصالح الإنقلابي هو السبب الرئيس في استمرار الحرب في اليمن رسالة تحمل في مضمونها مسئولية المجتمع الدولي خصوصا الدول الرائعة للعملية السياسية أمام السلام اليمني وتحطيم أوهام الإنقلابيين بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد بقوة العنف والسلاح